اهلا بكم معاك رانيا سلطان وده حلقة جديدة من حلقات حكايات من الولاد الحكومة الامريكية عايزة تمول الحروب الكتيرة جدا اللي هي مدخلة نفسها فيها فبايدن طالب الكونجرس ببلايين الدولارات بلايين فالشعب الامريكي قال هي الحكومة فيها بلايين الدولارات قال لهم اه اه معانا معاكو اما ليه بتقولولنا ان كل شوية جوفرن من شوت دا دا يوم 17 نوفمبر على الابواب كده هتقولولنا جوفرن من شوت داون وسبندين كاتسو لازم نقلل من البرامج اللي هتدوها لمحدود الدخل ومتوسط الدخل وفيه ديون قد كده متلتلة على الحكومة الامريكية مش قادرين تدفعوها يعني انتم معاكو فلوس قال لهم اه معانا فلوس طب الفلوس دي هتيجي منين قال لهم من بعض البرامج اللي احنا كنا حطنا للشعب الامريكي اه فالشعب الامريكي في حالة صدمة الفلوس دي كام البلايين دي كام هتدفع ازاي ايه البرامج اللي هتوقف كل ده هتعرفه في الفيديو ده لما تشترك في القناة وتدوس على لايك وتشاري الفيديو لان القناة دي بتخخص لك كل اللي بيحصل في الحكومة امريكية تبقى فاهم اللي بيجرح وارك تبقى شايف الاحداث العالمية بعيون امريكية ترامى ان انت عايش في امريكا فاشترك بقى في القناة وتعالى بقى اقول لك ايه اللي بيحصل دلوقتي اللي بيحصل ان بايدن طالب الكونغرس بمية وستة بليون دولار مية وستة بليون فقالوا يومية وستة بليون ده ازاي يعني قال لهم اه انا عايز ادي اوكرانيا وادي اسرائيل وحاجات تانية كتير وكانوا عايزين يدوا اسرائيل عشرة بليون دولار من سبع اكتوبر لما حصلت الاحداث بتاعت الاوراج الفلسطينية بس ساعتها كانوا عطلانين لان مجلس النواب كان واقف انتوا عارفين مجلس النواب اللي هو متحدث الرسمي باسم مجلس النواب كان ساعتها كيفين مكارفي طلعوه برا المنصب بتاعه وقعد بقى ايه مجلس النواب اتنين وعشرين يوم بيحاول يدور على يعني متحدث رسمي تاني من غير متحدث رسمي المجلس النواب واقف لا يقدر طلع مشاريع قانون ولا يقدر يمشي فلوس ولا يقدر يعمل حاجة 22 يوم بقالهم كتير فجي مجلس الشوخ وقالوا لا 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 احنا مش هنستنى مجلس النواب احنا لسه هنستنى لما تنتخب واحد ونطلع فلوس اسريح عايزين نجي مساعدات لاسرائيل على طول وفعلا على طول طلعوا مساعدات لاسرائيل بقى اسلحة وزخيرة ومساعدات دبلوماسية ومساعدات يعني مساعدهم حاجات كتير جدا ولكن لسه العشرة بليون دولار محطوطة على ايه على القائمة جدا لغاية يوم 25 اكتوبر لما مجلس النواب انتخب متحدث رسمي باسمهم جديد اسمه مايك جونسون اول مايك ده خد الوظيفة راح جاي بمشروع قانون عشان الامرجنسي فانس دي علشان يمول الحروب دي على طول وقال انه هو عايز دي 45 بليون دولار لاوكرانيا 10 بليون دولار لاسرائيل وبعد يقال لهم لا استنوا بقت 14 بليون دولار وبعدين بعد شوية قالوا 14.3 بليون وبعد يقالوا 14.5 بليون دولار فالرقم بتاع اسرائيل عمالي يزيد والباقي بقى هندي للحرب في الاندو فاسيفك دي اللي هي كوريا الجنوبية وكمان عايزين نودي شوية بلايين كده عند الحدود الجنوبية بتاعت امريكا عشان ايه المشاكل اللي بتحفر على الحدود دي فعايزين ندي الفلوس دي كلها الشعب الامريكي قال لهم ايه ده هو الحكومة بتدي البلايين دي كلها طب انتو بتصرفوا 45 بليون ده ده غير الفلوس التانية اللي اتصرفت على اوكرانيا هنتكلم تقريبا في 145 ولا 125 أسفة بليون دولار الى الان على اوكرانيا كل الفلوس دي رايحة لأسلحة قال لهم لا مش بس أسلحة فيه كمان حاجات علشان برامج تغذية للمواطنين علشان نبني الانفراستركشا والبنية التحتية بتاعتهم من حاجات اللي اتدمرت برامج للصحة برامج مستشفيات ده كثرة علاجة حاجات زي كده فقال لهم يعنتو بتبنوا اوكرانيا قال لهم اه قال لهم طب ما تبصوا على هواي هواي كان لسه عندهم كارثة وعايزين فلوس وعايزين يعني يبنوا الحاجات دي كلها طب ايه الموضوع يعني وبعدين قال لهم تقدوا 14.5 بليون دولار ليه اسرائيل قال لهم اه فالشعب الامريكي فوجه ان امريكا كانت بتدي اسرائيل 10 مليون دولار يوميا كل يوم بيطلع من الخزانة الامريكية من فلوس دافع الدرايب الامريكية 10 مليون دولار للحكومة الاسرائيلية والحكومة الشعب الامريكي ما كانش متخيل للرقم كن خدوا بالكو ان سكان المواطنين الاسرائيليين هناك في اسرائيل 6 مليون واحد هما بيدلهم 10 مليون في اليوم يعني كل واحد بياخده تقريبا مليون ونص كل فرد في اسرائيل انا اسفى نصيبه مليون ونص دولار في حين ان الشعب الامريكي عمال مستني شكات تحفيز نعمل شكات تحفيز 600 دولار لا بـ 1200 لا مش عارفة نحط شروط لا مش عارفة ايه فالشعب مصدوم من الارقام ده فقالوا لهم طب انتوا عندكم فلوس الكلام ده فجانتين طرعت اللي هي اللي هي مسؤولة الخزانة قلت لهم اه عندنا فلوس عندنا فلوس ندفع كل الكلام ده قالوا لها الله مش انتوا بتقولوا ان الحكومة امريكية عندها 33 تريليون دولار ديون مش قدر تدفعها النهاردة معاكم فلوس تدفعوا للبلاد التانية فالشعب الامريكي في حالة صدمة قالوا انتوا بحجبوا بقا الفلوس دي منين قالوا من البرامج اللي احنا حطنا لنا ليه مثلا البرنامج بتاع ال IRS بتاع هيئة الدرايب اه كان بايدل السهل فاتت عمل حاجة اسمها اه وكان حيدي بلايين لهيئة الدرايب عشان تعين موظفين وعشان تحدث من البرامج بتاعتها يقولوا ان من 1980 هيئة الدرايب دايما ما عندهمش فلوس كفاية ما عندهمش موظفين البرامج بتاعتها قديمة جدا برامج الكمبيوتر وكده قديمة جدا وقالوا ان فيه 200 بليون دولار سنويا تهرب من الدرايب بيعملوا الناس الاغنية بقى اصحاب الاعمال عشان بيكتبوا ايه دخول اقل من الدخل الحقيقي اللي بيدخلهم فعايفين نحدث هيئة الدرايب علشان تقدر تجيب 600 بليون دول فقالوا لا بقى ولا بقى تحتيف بقى برامج ولا موظفين ولا كلمة تفرق بها بس 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 هندي 14 بليون لإسرائيل فورا وراح مايك جونسون اللي هو متحدث الرسمي باسم مجلس النواب راح عمل ايه عمل يعني مشروع قانون كده وحط فيه الفلوس دي كلها حط الإسرائيل 14 ونص بليون في بيل وحدها ف الديمقراطيين قالوا له لا البيل بالطريقة دي مش هتعدي احنا مش هنوافق على كده ليه سببين السبب الاولاني ان هو عايز يدي لإسرائيل الفلوس منفصلة هم قالوا له لا الامرجنسي فند كل يدخل في بعضه يعني الحرب بتاعة أوكرانيا وإسرائيل وكوريا الجنوبية وكلام ده كل ده لازم يتحط فند واحد ليه نعمل لإسرائيل حاجة منفصلة فدي أول حاجة الحاجة التانية ان الفلوس اللي انت عايز تحطها بتاعة الاسرائيل او الحروب دي هي دي تدخل تحت الامرجنسي فند انت بقى عايز تاخدها من برامج أخرى ده بيسموها تقليل من المصاريف فقالوا لأ ده حاجة وده حاجة ليه تربط الاثنين في بعض فالحقيقة الديمقراط والريبوبليكين مش مختلفين أبدا على تمويل الحروب هم متفقين تماما على ذلك ولكن الاختلاف في كيفية وضعها في القانون يعني نحطها بالطريقة دي ونحطها بالطريقة دي نأيفها كده ولا نعملها كده هي دي ايه الموضوع اللي هم مختلفين عليه دلوقتي بس فهو ده الوضع اللي موجود دلوقتي أحب أعرف رأيك إيه في الكلام اللي انت بتسمعه ده كمواطن أمريكي يعني إيه رأيك في الكلام اللي بيحصل ده تفتكروا حيبعاته الفلوس ولا لأ إيه الأخبار أحب أسمع رأيكو ولو كان الفيديو فادك بأي معلومة يبقى أشترك في القناة وشاير الفيديو شكرا لك وشكرا لما تبعتكو كان معاك رانيا سلطان وذي حكايات من الولايات